موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا الدرس سنبدأ نضيف الكرين الكاميرا سنضيف الرافعة دعنا نرى كيف نضيفها قبل ذلك سأقوم بعمل حركة في الفيديو الماضي أنا حاولت أشغل الكاميرا ونسيت أختار نوع الكاميرا دعنا نجي هنا سأحرك الكاميرا على الرايل نسيت أحدد الكاميرا أنا من هنا لو أخترت كاميرا سمت الكاميرا أكتور الآن قدرت أمسكها بعدين سأرى التراكينج دعنا نختار من هنا الرايل ونختاره الآن لو أحركتها بقدر أتفرج من المشهد السينمائي كنت أحاول أفعل هذه الحركة في الفيديو الماضي ونسيت أختار نوع الكاميرا ممتاز الآن دعنا نرجع هنا بس أهم شيء لكي تعرفوا الآن بدي أخذ نسخة من الكاميرا بضغط ALT وعلى السهم الأحمر بسحب الآن صار عندي نسخة من الكاميرا بدي أخذ الكاميرا حتى برا لهذا المشهد أخذها برا نسخة نسخة هون بدي نسوي الشغلة الكاميرا تطلع على الشخصية اللي جوة تمام بدي أضيف شخصية ثانية ثيرت برسون بلو برينتس بسحب الشخصية بدي أحطها على الباب هون تمام والكاميرا هاي بدي إياها تطلع تطلع على هاي الشخصية الآن كاميرا هاي زي ما تشايفين هون تطلع على الشخصية الثانية طيب بدي أضيف كرين رافعة في العالم باجي على الإيقونة الكريات هاي اللي فوق هون أضيف بتضيف اشي سينيماتيك تلاحظ فيه كاميرا ريج كرين خليني نسحبه ونضيفه هون هذا كله شفاف بس ما شاء الله حجمه قد يكون أرضية خلينا نلفه طبعا انتو بتعرفوا الكرين هذا بتشوف الأفلام كيف بيصبروا الأفلام وزي هيك طيب خلينا نجيب الكاميرا الآن بدي أسحب الكاميرا وحطها عند الكرين هون نشوف هيك خلين نقربها ننخليها تتصل بالكرين ننزلها تحت شوي تمام رجاليها لورا بس دقيقة احنا عملناها تطلع على ايش على الشخصية صح في عنا اوفست في الزيت خليها على الصفر اننا تمام وفست صفر لا احنا بتطلع على ايش تاني هي مش على الشخصية الكاميرا تطلع على الثلج والعرضية ممتاز الآن تم التحديد الشخصية فصرت الكاميرا تطلع على الشخصية الآن بدي أرجع مرة ثانية لما ضغطت أنا على المرة الأولى شايفين هذول البيضة اللي بيجوا في السماء معبين الدنيا وخربين علينا تمام الآن انا حد احط الكاميرا تصير متصلة بالقاعدة هاي اللي هون رفعها لفوق اشوف هيك صح تمام كيف نسوي من اضغط على الكاميرا رايت كليك ونعمل ممكن انا اكتب هنا اسم الكرين لكن في طريقة ثانية خلنتعلمها بقدر اضغط على هاي اللي هون وبضغط على الكرين بافكت الآن بالطريقة هاي الكرين لو شو ما تحرك تتحرك الكاميرا معها طيب الكرين فيه الكرين موضوع بسيط جدا الفيديو هاته سيكون قصير وحتيجي انت بكل بساطة تقدر ترجع الورا هون وفي عندك طلعك كرين بيتش كرين بيتش والياه هم حركات الدوران وبعدين في عندك طول الذراع لان لو طولت الذراع كمان طلع الكاميرا بتقرب على الشخصية وتطلع عليها الان انا عندي كمان البيتش كمان لو انا زيتها بس اكتبتها شوي شوي اكتبت الخانة لانها حساسة جدا لاحظ السرعة في الارتفاع كيف تطلع بسرعة على فوق لاحظ الان انا ممكن كمان الكرين اللي هي الدوران بيتجاه اليمين ويصار لاحظ كيف الكاميرا تتحرك ممتاز طبعا طول الذراع انا ممكن ارفع على فوق للسماء طلع على وين وصلت صارت صارت اطلع من فوق طبعا مشهد غبي نوعا ما لو انا اخترت الكاميرا وطلعت من السماء يعني مشهد لك المشهد والله ممكن يكون كويس ترى ممكن فيه فيه مشهد ممكن يكون كويس تمام نرجع لورا الان ننزل لتحت ارجع اصغر الذراع ننزل لتحت ممتاز الان هذا هو الكرين ما فيهوش تفاصيل كثير لكن في كثير من تصميم الالعاب والافلام يستخدم الكرين والريل فاننا احنا هكا تعلمنا على الاثنين وتعلمنا كيف كوان انحرك هذول بس طلع سريع جدا الكرين في الحركة في التحريك ممتاز جدا جدا هناك اشياء اخرى اشرحه ممكن انت ممكن الكاميرا تلغي عنها التراكينج فبكون هذا الفيديو خلص اللي بحب يتعلم اشياء اضافية كمان بحب احكي كمان اللي بحب يتعلم اشياء اضافية ممكن بكل بساطة ينضم لدورة المدينة المحتلة على موقع عرب قيم ديف راح تلاقي الرابط في الدسكريبشن يلا في امان الله مع سلام بشوف الفيديو اللي بعده مع السلام اشتركوا في القناة